الآن ألا تجد أن القوى السياسية المشاركة في تشكيل حكومة أو القوى النافذة أنها مطالبة اليوم بالمراجعة وبالذات في قضية العقلية أو المنهجية السياسية التي يدار بها البلد مع التحذيرات والوقاع التي حصلت والمخاطر اللي صارت ما الذي يمنع القوى السياسية من أن تراجع كل ما حصل؟ أستاذ النجم حقيقة اليوم قلت لك والاتهام موجه لهذه القوى السياسية وليس على مستوى التطبيق بل على مستوى الوعود بل على مستوى ما يتبناه هذا يعني اللاعب السياسي كان زعيما دينيا أو كان أمينا عاما لحزبا أو كان مستقلا اليوم نتكلم هي فشلت وهذا الشيء واضح نتكلم بكل وضوح وصراحة على مستوى القوى الشيعية والسنية والكردية يعني اليوم على سبيل المثال أنظر إلى كل المناطق أنا باعتقادي هي متشاطرة المعاناة هي اليوم تتقاسم كل آلام العراق وهي التي مرت عليها ظروف لكن القوى السياسية تنعم أنا باعتقادي بوفرة عالية جدا من الخيرات والعلاقات ولديهم أيضا ما يضمن يعني وضعهم الحالي وأسرهم وكل ما يتعلق بمحيطهم الضيق المتمثل بالحزب أو المنطقة أو الطائفة أو المذهب هذه القضية يجب أن نغادرها بشكل مطلق نعم بحاجة إلى حلول آنية وسريعة تكون ضمن يعني الإرادة الوطنية التي هي متحققة وليس على مستوى آراء من الممكن أن تفعل ما تفعل ننتكلم بوضوح أكثر أغلب القوى السياسية في داخل العراق هي تعمل بأجنات الخارجية هي مشتركة في العملية السياسية لكنها غير مؤمنة بالمشروع الديموقراطي في العراق بعض منهم يعمل إلى دول خليجية البعض الآخر يعمل إلى إيران البعض الآخر إلى الولايات المتحدة الأمريكية البعض الآخر إلى تركيا هذا الهجينة باعتقاد سوف ينتج لك مشروعا مشوان كما حصل في الدستور العراقي وتطبيقاتي